سورة ثانية من الإتيان أن يأتي ويصدق فهذا على خطر عظيم لأن تصديق الكاهن والعراف في خبره عن مستقبل هو من تكذيب القرآن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند بإسناد جيد من آتى كاهن أو عراف فسأله فصدقه أي قبل ما قاله فقد كفر بما أنزل على محمد كفر بالقرآن ليش؟ لأن قرآن يخبر بأنه لا يعلم الغيبة إلا الله كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون